بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لموضوع الستابيليتي اوف سلوبس اللي هو شابطر ايت في الصايل ميكانيكس كورس فالنهاردة هنتكلم على موضوع تاني اللي هو المودز اوف سلوب فيليار يعني الفليار ده بتاع السلوبس احنا المرة اللي فاتت اتعلمنا او قلنا ايه هي معنى كلمة سلوب وازاي بتبقى موجودة النهاردة هنقول ايه هي المودز اوف سلوب ايه فيليار ففي عندي عشان يحصل الستوب فيليار ديت ممكن تكون حاجة من الست حالات اللي قدامنا ديت يقيم ما يحصل ترانزيشن سليب ان ان في نايت سلوبس زي ما انت شايف فيه هنا ميل غير محدود فالغير المحدود ده ممكن يحصل ترانزيشن ليه كده يحصل الانهيار اللي انت شايفه ده او روتاشن سليب يعني ايه برضك روتاشن سليب يعني انت شايف ادي الارض بتاعتنا او الميل بتاعي هو تشايفوا الميل اللي هو المنقط ده فما يحصل ميل كده تتلاقي التربة بالشكل اللي انت شايفها الصفرة اللي قدامك ده ده بيسموه روتاشنل ايه سليب او روك اوفر تيرنينج طبعا اوفر تيرنينج يعني حوالين النقطة ديت نتيجة البرشر اللي هنا فممكن يحصل الروك ايه اوفر تيرنينج او انقلاب زي ما انت شايف كده او ترانزيشن سليب انويك انتروفيس يعني انا لو عندي تربة هنا ضعيفة والتربة القوية ديت تربة القوية ديت مش يحصل لها انهيار ولكن اللي هيحصل انهيار شايفين الويجي ده كله نتيجة الارس بريشر ممكن يتزحلق على مين على الويك انتروفيس ده او ممكن يحصل فلو في الايه الصوفت سويل طبعا نعارفين الصوفت سويل ومشاكلها ممكن يحصل لها ايه فلو بالشكل اللي قدامك ده او الفيلير بتاع الروك ده مش يحصل لأوفر تيرنينج لكن الروك نفسه ايه ينزل زي ما حتى انت بتشوف في الايه في بعض العقبات عقبة ضلعة او عقبة او خلافه بتلاقي ممكن شوية من الصخور دي تنهار بالشكل ده طبعا احنا في الكورس بتاعنا مش هندرس كل المواضيع ديت يعني لكن احنا هيبقى التركيز بتاعنا على الروتيشنال سلوب فيلير والروتيشنال سلوب فيلير اللي هنتكلم عليه في الكورس بتاعنا عبارة عن ايه ممكن يبقى بسبب ايه عندي او انواع ايه في الاخر هما اربع انواع يعني شايفين المستوى ده يحصل فيه موجودة هنا هو فالطبقة دي ضعيفة جدا فيبتدي ايه شايفين ده كله يتزحلق عليها كده ناشي بس ده لما لاقي هنا طبقة مالها ضعيفة طبعا مهم جدا ان انت تعمل دراسة جيوتقنية صح قبل ما تبتدي تدرس السلوب بتاعك عشان تعرف طبيعة التربة اللي عندك ايه طبعا في عندي بقى لو بقى السلوب كله وطبقة عادية ما فيش اي مشكلة لكن في طبقة قوية تحت هنا فبيحصل حاجة اسمها البيز سلايد ايه فيلير اما لو كانت عندي الحاجة العادية بتاعتي ان ممكن يحصل توي فيلير يعني الفلير يحصل عندي نقطة التوي اللي قدامك دوت لكن هنا كان البيز طيب افرد انا بقى كان في عندي هنا طبقة قوية جدا فاهميني ازاي تحت مش هيحصل ولا البيز يعني لو التوي ده اللي هيحصل كده والبيز اللي هيحصل كده لا عندي بقى الطبقة هنا ضعيفة فتلاقي ان حصل لك هنا ده ساعت بيسموه سليب أو ساعت بيسموه الفيس فيلير دول أنواع الفيلير اللي احنا هنتكلم عليهم في الكورس بتاعنا أو اللي احنا هنبقى مرتبطين بيهم في هذا الكورس